، إذا أول Nawet كيعاني من السحر فأجب سنوأ لكم إن شاء الله تعالى العلاج حتى البنيديكم ..أي محتاج وتريد سوف يحصل إلى مناطق السحر فأجب نعرف لكم ماهو سوف ت just小 Stephаты السحر إلا كان عندك هالطريقة هذي غذي تهنيك من هالسحر هذا ما عليك إلا أنك تقولي ناشنا النوع دي السحر اللي عندك باش نصيف تقوليك الوصفة حتى الباب الدار وحتى المكان فين كانت داية فإخواني أخواتي فاجدنا لكم اليوم إن شاء الله وتعالى واحد الوصفة اللي مباركة ولي مجربة واللي أعطات الفعالية ديالها غير البعض منها أعطى الفعالية دياله إنسان كي ياخد هذا الوصفة هذي كيتباحها لمدة ديالواحد سبع أيام أولى خمسة عشر يوما وبإذن الله جل وعلا تكون النتيجة بإذن الله جل وعلا كذلك فيها في أولا فيها طريقة فيها أعشاب للغسل أعشاب للإغتسال من بعد صلاة العصر فكل شيء ستلقاه مكتوب في الورقة أي حاجة أتلقاها مكتوبة في الورقة كيفاش طريقة الاستعمال دياله شيء هذا قلنا أكين أعشاب مدروسة فهذا الأعشاب هذي ديال الإغتسال من بعد صلاة العصر معها خل التفوح مكتوبة وصفة الإغتسال يعني وصفة الإغتسال هذو كيمشوا مع بعضياتهم يعني كيتغسله الإنسان كيغسله بهم من بعد صلاة العصر كذلك الماء ديالرقه الشرعية هذي الماء هذا كتضيفه على الماء خمس لتر وكتقدشرب منه كذلك تغتاسل منه والماء اللي غادي ما يمشيش في المجاري فتحتافظ بيه أو لا تمشي تسقي به الشيجار دا أو الشي حادقة اللي حدك نتعي كذلك عدنا بعد البخور الجن إذا كانت رائحة طيبة في المنزل فيكره الدخول يكره الدخول للبيت إذا كانت رائحة طيبة في البيت أنتم تعلمون أن الجن يحب الأماكن الخبيثة فإذا كان هناك بخور طيبة بخور مباركة بخور جميلة رائحة طيبة فيفر منها الجن كذلك البخور وكذلك سبع زيوت للرقية الشرعية فهناك سبع زيوت طبيعية هناك البعض يأتي ويشتري زيوت غير طبيعية فهناك هذه زيوت طبيعية زيوت طبيعية كذلك المسك الأسود فوالله إخواني أخواتي إذا كان نوع أي نوع من أنواع الجن داخل الجسد وقرأت على المريض آية الكرسي وضعت المسك على أنفه ضع المسك على أنفه سوف يصعد ذلك الشيطان بإذن الله جل وعلا ويريد الخروج من ذلك الجسد بإذن الله جل وعلا وهذا المسك مجانا مع الوصفة بإذن الله جل وعلا فإخواني أخواتي كل شيء طريقة سيستعمال أتلقا وهنا، وكذلك الآيات ديال إبطال السحر الآيات ديال إبطال السحر كلهم كانوا في هذه الورقة ورقة فيها الطريقة للإستعمال ورقة فيها آيات إبطال السحر بإذن الله جل وعلا لكي الإنسان كل شيء يلقى عنده فهذه الوصفة هذه هذا خلط الفاح هذه وصفة الاغتسال هذا ماء الرقية هذا بخور هذا الزيوت الطبيعية هذا مسك فهذا الوصفة هذي أما إلا كان إنسان عنده توكال ركنا نعطوه معه كذلك وصفة ديال الاستفراغ أو الوصفة ديال الإسهال اللي بغى هو كلك يبغيد الاستفراغ وكلك يبغيد الإسهال فإلا كان عندك توكال نصف طولك الوصفة هذي كذلك معها ديال الاستفراغ أو معها ديال الإسهال اللي غادي تنضف لك الجسد ديالك من توكال بأمر الله عز وجل فإخواني أخواتي هادشي هادة ماشي صافي هادشيراء سافغت درغة لبغة كذلك الصلاة كذلك الصلاة وكذلك تلاوة القرآن وقراءة صورة البقرة يوميا لمدة 15 يوما قبل صلاة الفجر وانظر ماذا سيحدث في ذلك الجن الذي يتخبأ في جسدك وانظر ماذا يحصل له فكذلك صورة البقرة تطرد الشياطين من البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها بركة فأخذوا صورة البقرة يوميا تقرأ في البيت فأخذها بركة كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك الإنسان يقرأ آية الكرسي قبل النوم وكذلك ينام على وضوء إخواني أخواتي أي واحد بغال وصفة دياله يتصل بين أبراد النمر هدي وغضي نصيف طوله الوصفة دياله وحتل الدار بإذن الله جل وعلا داخل المغرب أو خارج المغرب ما عدنش مشكل كان صيفتها في المغرب وكان صيفتها كذلك خارج المغرب أي واحد بغال وصفة دياله يتصل بين أبراد النمر هدي وإن شاء الله عز وجل تصلحت لعنده بإذن الله جل وعلا فهذه الوصفة أخوتي جربوها أراها مباركة وكذلك تقضي على السحر وكذلك العين والحسد بإذن الله جل وعلا إخوان أخواتي حتى لا أطيل عليكم إذا كنت من المتتبعين الجدد فلا تنسى الضغط على زر الإشراك وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد يتعلق بهذه القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة